مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قال إن عمليات تعدين العملات المشفرة ومركز البيانات تمثل الآن نحو 2% من استخدام الكهرباء في العالم وحوالي 1% من الانبعاثات العالمية جاء ذلك في بيان أصدره المركز حول التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي حول دور السياسات الضريبية للحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة وأشار التقرير إلى أن التأثر والتأثير المناخي لهذه الأنشطة قد يثير القلق حيث وجد أن التعدين بالعملات المشفرة قد يولد 7% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بحلول عام 2027